يمكن الحدث الأبرز اللي كان حاصل مبارح هو التعديل الوزاري اللي شمل 13 حقيبة وزرية من بينها حقائب هامة زي التعليم والقوى العملة والثقافة والري والتنمية المحلية سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن هذا التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة اللي بتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري خلينا ناخد حضراتكم في قراءة عن هذا التعديل الوزاري من ضفنا الكاتب الصحفي أقرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع صباح الخير راح دايكي فاننا صباح النور أهلا وسهلا دورنا في صباح الخير أهلا وسهلا طيب يمكن السؤال اللي بيدور في بال كل مواطن مصري دلوقتي لماذا الآن؟ هو طبعا التوقيتات يعني في الفترات اللي فاتت على مدى الشهور اللي فاتت كان طول الوقت في كلام وفي توقعات وكده وما كانتش كلها صحيحة أو حتى قبل جلسة مكلس النوات الأخيرة حصل كلام كتير ولغات كتير افتراضات وكلام وده العادي يعني فكرة التوقيت فكرة أنه إحنا في ملفات يعني مش بنتكلم على أفراد أو كل وزير بييكي مفترض أنه الموضوع ده انتهى على مدى السنوات الأخيرة وأصبح خطة الدولة وأظن أنه الملفات الخدمية هي اللي ترتبط بشكل رئيسي بالمواطنين والأكثر إصارة ليه اللغة والجدل والكلام يعني إحنا عارفين أنه على سبيل المثال ملف التعليم في خطة للدولة لتطوير التعليم بزل فيها جهد في الفترة اللي فاتت وأظن أنه بزل تعليم السابق بكتور طاري بزل جهد إلى حد كبير ودخل فيه سيقات وملف التعليم إحنا عارفينه ملف معقد وممتد على مدى عقود كان فيه ترقومات وكان فيه تجريب وكان فيه قرس صعب يعني من الصعب إن إحنا نقول ودول الوقت سواء في التعليم سواء فيه كافة الملفات فيه كلام نظري بيتقال خاصة إحنا في وجود سوشيال ميديا وفي وجود أدوات ومنصات ماش كل حد بيودلي برأيه دي كلها بتعتبر اقتراحات ما هياش لأنه الواقع غير اللي وصعب بتكون تجارب كمان فردية آه بالضبط ففكرة التعليم أعتقد إنه جوزل في جهد في تغيير في نظام الامتحانات فيه مشروع كامل لتطور التعليم أعتقد إنه تم استعراضه ومش الدكتور طاري اللي كان وضعه دولة وخبراء من كل الاتجاهات وضعه كان فيه تصور إنه التعليم هو النقطة الرئيسية ودائما سواء الرئيس سواء الدولة التعليم والتعليم العالي وفيه تغيرات حصلت على مدى السنوات اللي فاتت في النظام الجميع وفي كل فإحنا عندنا ملف مهم زي التعليم ملف خدمي الإصابة الأدى اللي جاي من وزارة التعليم الوزير الجديد أعتقد إنه التقييم سيتم بناء على إنه هيبني على ما حدث ويحاول أن يتفاعل مع التطورات اللي حصل لكن إحنا عاوزين نقول إنه ملف سنوات العامة تطور بشكل كبير تعليم وبعض الناس اللي كانوا رافضين لسياسات وزير التعليم سابق النهاردة بيندموا عليه أو حاسين إنه ده ففي النهاية هي مش أفراد يعني لو هناك قدام وزارة التربية والتعليم تحديدا مبارح على التواصل الاجتماعي كان فيه نوع من أنواع الجدل ما بين مؤيد وما بين معارن لكن لو هنتكلم على شخص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد ابن وزارة التربية والتعليم وهو يمكن شغل في فترة من الفترات كان مسؤول تدريب المعلمين أنت شايف دي برضو نقطة إيجابية في اختيارها نعتقد إحنا عاوزين كادر مدرب نقطة إيجابية وهو قادم من الوزارة وأظن إنه عارف ملفتك كويس ومن المهم إنه يبني على ما تم لأنه فيه تفاصيل كثيرة جيدة يمكن البناء عليها وأظن إنه لن يتم الرجوع لنظام لامتحانات القديم أو نظام غيره ومفروض إنه إحنا بنقاوم الدروس الخصوصية بنقاوم أكتر فكرة تنوء التعدد الكتير فيه أنظمة التعليم ممكن يبقى فيه إفتراضات فيه أنظمة متعددة في مصر في تعليم أجنبي وتعليم أمريكي وتعليم إنجليزي وتعليم اللي هو الحكومي والتجريبي اللي أظن إنه بيشهد شاهد تطوير ما ويحتاج المزيد وزي ما أنت أشرت فكرة المعلمين المعلم بشكل عام هو معلم والطالب هم العمود الفقر لأي عملية تعليمية ده بالنسبة لملف التعليم بعض الناس كانوا بيفتردوا كمان إنه طبيعي إنه يبقى فيه تغيير طالما فيه خطة الدولة موجودة فيه ملف زي الصحة أعتقد إنه فيه ملف يعني ده كان ملف معلق منذ مدة ووزير التعليم العالي كان يقوم بدور وزير الصحة النهاردة هو بيتولى وزارة الصحة ملف مش قليل لأنه فيه التأمين الصحي الشامل فيه المبادرات الرئاسية اللي حلت كتير من المشكلات زي الكبد الوبائي أو سرطان السادية أو التقزم أو عمليات الانتظار أعتقد إنه ملف الصحة طول الوقت ملف مهم حصل فيه خطوات بالمبادرات الرئاسية الحقيقة ودي كانت علاجات عجلة لملفات كانت تبدو صعبة يعني علاج على نفقة الدولة قوام الانتظار صحيح بتصدر قوام الانتظار الكشف المبكر وفكرة الوقاية دي وإزاي إحنا الفيروسي أو الفشل الكولوي أو كل الحاجات دي أعتقد إنه كان فيه تدخلات فيها فده ملف أيضا مهم ملف الصناعة في الوزارات الجديدة أعتقد إنه بعد اجتمال بني أساسية كبيرة ما كانش ممكن نتكلم عن توسع في الصناعة أو غيره والنهارده أصبح فيه شبكة الطرق فيه الكهرباء فيه الطاقة فيه تأمين الطاقة دقة الجديدة أصبح فيه مجالات كثيرة في الصناعة يفترض إنه يتم الدخول فيها وأظن إن دور وزير الصناعة الجديد هيكون مهم جدا في هذا السياق إنه يبدأ يشجع والدولة النهاردة بتشجع القطاع الخاص على الدخول في الصناعة لأنه ملف الصناعة ملف فيه غاية الأهمية هكماع وزير عنده خلفية تشغيلية مع قطاع الأعمال كمان لأنه قطاع الأعمال فيه عادة هيكلة إنه عندنا ملف النسيج أعتقد الدولة دخلت فيه بقوة وتم تطوير هذا الملف وده مرتبط به واحد من أهم الصناعات الاستراتيجية المصرية اللي أعتقد إنه كل ما بتتطور من الصعب جدا منافستها وأظن إنه ده أصبح في الغازل والنسيج ملف مهم جدا في قطاع الأعمال بنتكلم فيه قطاع الخاص وإزاي يدخل وإزاي الصناعة تربط بين خطط الدولة في التوسعات الصناعية في المجمعات فيه أنشطة بنية الأسية وغيره من الصعب كان القطاع الخاص يدخل فيها النهاردة الدولة بتدفع هذا الأمر بتتكلم على استثمارات خارجية مفترض إن هي تيجي بناء على إنه يبقى عندك بنية الأسية وعندك حافظ استثمار وعندك هي منظومة كاملة هو إحنا بنتكلم هنا صحيح إحنا بنتكلم على 13 وزير لكن إحنا بنتكلم على الحكومة كلها في الملف الاقتصادي اللي هو النهاردة حصلوا على ثقة إضافية قد تدفعهم إلى إعادة النظر أو تدعيم فكرة سياقات الإصلاح الاقتصادي دي بقى نقطة يا أستاذ أكرم لايزة أكلم مع حضرتك فيها يعني لو بصينا للصورة الأكبر كده هي 13 حقيبة وزرية لو بصينا معظم يعني كلها بتمس قطاعات الحياة دقيقة جدا صحة تعليم قطاع أعمال استثمار صناعة تنمية محلية طبعا نحن بتكلم على 13 حقيبة وزرية منها القطاعات اللي كلمت أو لذكرتها لحضرتك عايزة أعرف من حضرتك التحديات اللي بتواجه الوزراء الجدد المنضمين لحكومة دكتور مصطفى مدبولي خاصة كمان إن هم عندهم نقطة يعني هي تعتبر ميزة وتعتبر نفس الوقت التحدي كمان هو البناء على ما تم إنجازه مسبقا بالزبط ما إحنا بنتكلم على إنه إحنا مش بنتكلم على وزراء أفراد إحنا بنتكلم على خط الدولة موجودة في التعليم أو في الصحة في توسع في دعم للصناعة في تنمية المحلية بالمناسبة ملف ومهو مرتبط بتنمية الإدارية والتطوير الإداري اللي إن دي ملفات متربطة كلها وزي إحنا بنتكلم كل هذه الوزراء زي الثقافة في غاية الأهمية لأنه ده ملف مهم زي ما إحنا بنقول فيه طول الوقت أسئلة مطروحة نظريا على مواقع التواصل أو في الصحف الناس بتكتب أو بتتصور التصور النظر بيه بحاجة والتصور العمل بيه بحاجة تاني فكرة إن إحنا في وضع بيتطلب حكومة متكاملة تعمل معا معنى إنه ملف زي الثقافة أعتقد إنه ملف في غاية الأهمية الثقافة والإعلام والقوى النعمة دي ملفات في غاية الأهمية ومصر طول الوقت حريصة على إنها تدفع فيها النهاردة الثقافة فيه قصور الثقافة فيه المسرح فيه السينما فيه المعاهد اللي هو إحنا بنتميز فيها الفنون فيه جدل موجود خاصة إنه هذه الملفات بتبقى صعبة جدا مع وجود أصوات جديدة مع وجود المواقع التواصل اللي بتقدم أصوات والمهرجانات والثقافة الموجودة وإزاي نحافظ على الموسيقى العربية يعني كل دي أسئلة السينما المسرح الدراما كلها ملفات مرتبطة بالثقافة وبيه الإعلام وبيه القطاع الخاص والعام بمعنى إنه النهاردة فيه قطاعات مختلفة يجب أن تعمل معا ملف الاقتصادي وإحنا أعتقد سواء بعد كورونا اللي عدت على مدى سنتين أو دخلين في ثلاث سنوات أو ملف الحرب الأوكرانية والملفات الاقتصادية ده غير خافي على أحد لأنه في تحولات عالمية حاصلة ده مش طرف يعني مش حاجة احنا بنتكلم فيها كشأن رئيسي أي حد حيتكلم على اقتصاد أو على استثمارات أو غيره لازم يضع في اعتباره ما يجري في العالم وإن هناك منافسة كبيرة وحتى الدول الكبرى النهاردة فيه صحف بتتكلم على تغيير شامل في النظام العالمي وفيه المنطقة حوالينا والقضايا المعلقة والقضايا الأمن القومي وقضايا الصراعات اللي موجودة في بعض الدول والإرهاب وفيه تحديات كثيرة جدا فالدولة هنا ما هيش مرتبطة بملف واحد هي كافة الملفات كلها من وضعها في الاعتبار ممكن يعني من حق الناس أن هي تتساءل وتتكلم بالمناسبة لكن يكون بناء على إتاحة هذه المعلومات ربما من الحكومة الدكتور المدبولة أو الوزراء اللي موجودين ربما يكون لديهم مطالب من الناس أنهم يتيحوا هذه المعلومات دايما الرئيسة بفتح السيسي بيقول نقدم المعلومات للناس بالشكل لخليهم حكومين أنه الحقيقة على مدى الأيام اللي فاتت سواء قبل التعديل الوزاري أو حتى في السياقات كلام في الاقتصاد كلام في السياسة واضح جدا أنه الناس لديها رغبة أنها تتساءل لكن بعض هذه الأشياء بتنطلق من مقدمات خاطئة حوالي الاقتصاد أو أنها تبقى مجرد وجهة نظر مطروحة ما هيش حل نهائي لأنه لو حد لي حل نهائي بالتأكيد محدش هيتراجع لأنه يجيب هذا الحل ويدعوه مباشرة فدي إفتراضات والحقيقة بعضها فيه ممكن وبعدين دولة ما تنكرش لأيه سياق عام موجود عالمي واقتصادي وأحيانا وجهات النظر دون دراية حقيقية بالتحديات والموارد المتاحة ما تبقاش سليمة بالزبط ودائما إحنا بندرب أمثلة بالعصمة الإدارية الدولة النهاردة الحكومة بتنتقل لعصمة الإدارية عصمة الإدارية النهاردة بدأت من 6 سنين وكان بعض الناس بين التصديق والتكذيب وأنه لا صعب ومش يحصل نهاردة العصمة الإدارية اللي تمت نهاردة الحكومة تنتقل أو المشروعات الطرق لو كان النهاردة هبدأها النهاردة وما عملتهاش بدأتها من 6 سنين كانت تتبقى التكلفة 5 أو 6 أو 7 أضعاف ده برضو إجابات على أسئلة المدن الجديدة اللي اتعاملت المدن اللي هي من الجيل الرابعة والإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط اللي موجود بقى فيه إتاحة إلى حد ما محتاجة برضو دي محتاجة من حكومة الدكتور مدبولي بضبط الفكرة ودعم المبادرات اللي كانت موجودة لتطويل أمد التقسيط أهيره هتكلم على ملف ممكن ما يبقاش مرتبط فيه ملف حياة كريمة اللي مرتبط بكل الوزارات التلتاشر وبالوزارات اللي موجودة حياة كريمة النهاردة بنتكلم على أكتر من 60% من سكان مصر القرى وتوابع وعزب كانت محرومة أو مهمشة الأقاليم محتاجة الحقيقة أن الحكومة تبقى بنفس سرعة الرئيس يعني طول وقت حدا بنقول إيه اللي مطلوب من الوزارة أنه الدولة والرئيس النهاردة بيطرحوا فيه تسارع وبنكتشف النهاردة ليه فكرة لكان لازم نعمل ده بسرعة لأنه النهاردة العزم والإداريات دي كانت ممكن تبقى تكلفة خمس أضعاف أو ست أضعاف المدن اللي اتحملت والإسكان المشروعات الطرق أو غيره اللي هي النهاردة بقت بتتح فرصة للصناعة أو للتنمية بشكل صحيح طيب أستاذ أكرم خليك أروح مع حضرتك لكمان ملف أهم جدا وملف الصناعة وكاما دكتور أحمد سميد الوقتي إحنا طول الوقت سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن أهمية توطين الصناعة وصناعة المكونات اللازمة للصناعة وما إلى ذلك ما نبقاش فكرة أن احنا بنجمع هنا مجرد المنتج في الآخر لا إحنا عايزين نوطن الصناعة والقطاع ده أهم جدا 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 وزي ما حضرتك قلت هو كلها منظومة متكملة عايزة أعرف من حضرتك التحديات في هذا القطاع تحديدا ملف الصناعة ملف مهم جدا وأظن أنه في شبه اتفاق عام بين كل الأطراف على أنه من المهم في الوقت الرئيس يمكن مع الأزمات اللي حصلت عالميا وسلاسل النقل وغيره أصبح من المهم التفكير فيه فكرة إزاي الزراعة مثلا اللي حصل في الزراعة في مصر ساهم بدرجة كبيرة في أننا نمتص كثير من تأثيرات السلبية للأزمة الأمحي اللي أضيف غيره ملف الصناعة الحقيقة زي ما أنت أشارتي هو ملف مش مرتبط بس بالصناعة طبعا وزارة الصناعة مهم جدا أنه يكون عندها أفكار يكون عندها أنه يبقى فيه مخطط عام إيه اللي محتاجات دول النهاردة بعض السلع اللي احنا بنستوردها ممكن تصنيعها بشكل رئيسي مستلزمات الإنتاج في حياة كريمة على سبيل المثال مواسير أو صرف أو مياه أو حتى أجهزة إلكترونية النهاردة بقى فيه صناعة مثلا للتلفزيونات بشكل كبير بالنسبة كبيرة جدا صناعة محلية سواء جزء مستورد أو جزء محلي أو جزء آخر ده ملف مهم جدا والصناعة ما هيش بس قطاع الأعمال أولي وزارة الصناعة دورها أنها تفتح الباب للأفاق الجديدة في مجمعات صناعية عملت للغزاء للدعم الغازل والنسيب وغيره يدخل القطاع الخاص وفتح الباب للقطاع الخاص وده مش مرتبط بس بالصناعة كمان بالاستثمار والحوافز اللي بتتقدم وإن أنا أقدر أسوأ فرص الاستثمار وفرص الصناعة في مصر إن أنا أقول للناس إن أنا عندي شبكة طرق وعندي طاقة متوفرة بشكل جيد وعندي أراضي متاحة وعندي مناطق صناعية ودعم والصناعة مرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي ممكن أو تود تأسيم العمل وده إحنا يعني جنوب شرق آسيا أعتقد طول الوقت كنا بنتكلم في هذا الأمر فده ملف إحنا أما بنتكلم بنتكلم على دي كلها اقتراحات لكن صنع القرار أو الشخص اللي في الصناعة الدولة كلها النهاردة الحكومة كلها مطالبة بإنها تنظر لهذا الأمر بجدية إن أنا لو دعمت ملفات الصناعة وأظن إن عندي بنية أساسية تسمح بده في تصنيع مرتبط بالغازل والنسيق في مصر في تطوير قطاع الأعمال والغازل والنسيق وما كان يديره في الروبيكي وفي غيره مصنع على أحدث مستوى محتاج أسوى ده ومحتاج كمان أعمل ده للتصدير لأنه أنا عندي قاعدة انتاجية كل اللي أنا محتاجة أنها بتوراها أظن إن الدولة لم تتوانى أبدا عن تقديم كافة الإمكانات الرئيس عرفت حساسي دائما بيدرس يعني بيطلب بأنه الناس أو الوزراء أو المسلمين بيقدم الملف بالمتكامل اللي هو يقدر في هذه الدولة لا تتوانى والدولة ما بتاخدش ترقيع أو كلام موضعي لا إحنا بنتكلم على قاعدة صغازية مدينة الدواء مثلا اللي كان مفترض أنها محتاجة تطويرات لا الرئيس قال نعمل مدينة الدواء ده جزء مهم جدا من الصناعة إزاي نعمل الصناعة للإنتاج المحلي وغطي إنتاجي ونفس الوقت عندي أسواق في أفريقيا وفي غيره ولازم الصناعة دي تكون بجودة الإنتاج اللي النهاردة العالم كله بقى فيه منافسة واضحة ومناسبة الأسواق اللي عادة في أفريقيا تحديدا نحن نتكلم على خط الدولة نتكلم على أن الوزير اللي بييجي دلوقتي هو بيمشي على الخطة اللي وضعتها الدولة ما بقاش فيه وزير بيجي يكتهد يقول أنا عندي رؤية ويهدي من اللي فات ويبني من قوله جديد لا نحن كله بيكمل علشان خاطر أن نوصل للإستراتيجية العامة أو الإطار العام الكبير يمكن فيه كمان في ملف الصناعة تحديدا حاجة غاية الأهمية وهي ملف الصناعة التكاملية اتفاقية التبادل التكاملي اللي تمت ما بين مصر والإمارات والأردن وانضمت إليها مؤخرا البحرين بالضبط هو بس وفي نقطة في موضوع الوزراء أنه هو مش بيجتهد بس الحقيقة هو بخبراته وبقراءته للملف هو بيقادر به بيوضيف لكن هو زي ما أنت بتقول هي خطة دولة في نهاية أنا الدولة بتحدد الأهداف الرئيسية ودور الحكومة أنها تحدد كل مجتمع النهاردة في حياة كريمة التطوير اللي بيحصل هيدي فرصة أن أنا أقدر أعمل في الأقاليم صناعات غير ملوثة للبيئة أن أنا أقدر أعمل في مصر النهاردة والعالم كله بيتجه لي التقل جديدة إيه المانع أن أنا أبدأ أوطن النهاردة وزير الصناعة أو الحكومة تقدر تتفاعل مع الدول اللي بتنتج هذا الأمر وأقدر أوطن صناعة الخلايا الضوئية أو السخنات الشمسية أو غيره لأن ده أصبح واعد جدا في ظل التغير المناخي اللي حاصل والعالم كله بيتجه لده إيه المانع أن أنا أعمل ده وبالفعل مصر مع بعض الشركات الكبرى ومصر ورئيسها والتحسيسي دائما بيتكلم على فكرة أن أنا مش بجيب الصناعة أستوردها بس لا أنا بشغل المصريين اللي قدر أعمل خبرات والنهاردة في ملف التعليم العالي هربوتنا في التعليم التعليم الفني مثلا اللي هو أصبح لا يقل أهمية وإحنا بنتكلم على أنه الشباب بيختار مستقبله كذا فكرة التعليم التعليم الفني اللي هو بيخرج الناس اللي يشتغلوا في الصناعة أو في غيره ده حصل فيه ترقومات وأهمال على مدى عقود النهاردة فيه استعادة ليه مهم جدا أنه بعد الشباب بيبقى مدرك أنه الفني اللي بيشتغل في مصنع ممكن يكون داخله مقارب ليه داخل المهندس أو غيره وأنه خبرة مطلوبة وأنه التعليم الانفاق في التعليم فيه إعادة تأهيل هذا الأمر ويبقى فيه تعليم فني ده مرتبط بالصناعة وبالتالي احنا بنقول إيه كل الملفات متواصلة مع بعضها وهنا فكرة أن الحكومة تعمل زي خلال قلب كلها مع بعضيها وأنه ما يبقاش فيه أفراد ويبقى فيه ليه الحكومة بتجتمع مع بعضيها أو غيره لأنه بتسلم بعضها فما فيش ملف أقل أهمية من الآخر أو أكثر أهمية الملف الرئيسي أنه يبقى فيه تناغم معهم فيه عند حياة كريمة فيه عند الصحة فيه عند التعليم التعليم العالم والتعليم الفني في غاية الأهمية النهاردة ارتبطا بالصناعة وارتبطا بالتنمية المحلية اللي مفترض قانون المحليات والكلام اللي منتكلم اللي هو الاستكمال اللي هيحل مشاكل كتير و هيخفف عن العاصمة كل دي ملفات مهمة في الحقيقة مصر عندها أهم مورد من موارد الصناعة وهو العنصر البشري العنصر البشري مهم جداً في ده وأظن أنه الخرجين سواء النهاردة بياخدوا كورسات أو إعادة تغيير المصار أو كمان التعليم الفني وفي ملف مهم أيضاً الحقيقة في الملفات دي وزارة الرأي وزارة الرأي وزارة الرأي وزارة الرأي الجديد برضو أحد العلماء المهمين من مدرسة الرأي المصرية ورجل بيفهم والحقيقة الوزير وردو السابق محمد عبد العاطي كان سواء دكتور هاني سويلم أو دكتور عبد العاطي ده ملف مهم ملف مهم لأنه مرتبط بأنه عدد السكان تضعف ونصبنا من يهل سابق وبالتالي في تنقية المياه أعادة تشغيلها أعادة استخدامها ومصر لديها خبرة في هذا الأمر تقدر تقدمها خبراتنا بنقدمها لنفسنا ونقدمها للعالم بتأكيد طبعاً يعني على أي حال في الأول وفي الآخر هي الأولوية الأهم بالنسبة للحكومة ولمصر هي المواطن بشكل عام المواطن وده مهم جداً في الاقتصاد وفي الزراعة وفي كافة التفاصيل ويبقى الاستماع والأراءة القائمة على ده وتقديم المعلومات لأنه يتحكي معلومات مهمة جداً لي فتح الجدل نحن يمكن مؤخرة ده أساسه المعلومات ونحن تابعنا في الفترة اللي فاتت كان مبدأ الشفافية كان فعلاً موجود لدى الحكومة وفي ردود على اللي بيحصل وفي ردود طبعاً حتى يمكن الإشاعات اللي بتكون موجودة على السوش ده كلام مهم طبعاً يعني على أي حال نحن نتمنى كل التوفيق يعني كسر الشاعات بالمعلومات صحيح وده اللي بيحصل من الحكومة بالضبط الحكومة إسبوعياً ويومياً بتطلع وده كلام مهم طبعاً ده ههم جداً طبعاً نتمنى كل التوفيق للوزراء اللي سبقين الترك والحكومة ونتمنى كمان التوفيق للوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة وإن كان ظروف دقيقة في العالم كله والحكومة كلها طبعاً لصالح المواطني نشكر حضرتك على هذا التحليل الدقيق للاختيارات والأداء وما هو سوف يكون بإذن الله تعالى خلال الفترة القادمة الذي دائماً وأبداً ما تعمل من أجله الدولة هو المواطن أستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع ورئيس تحرير اليوم السابع بنشك حاجة فندي معنا بجمعنا في صباح الخير